يسأل عن إحكام المس على الجوارب ويقول إذا نزل الجورب أحيانا تحت الكعبين مثلا ثم يعني رفعته هل علي شيء محمد بارك الله فيك بالنسبة للمس على الخفين يشترط له أولا أن يلبسهم الإنسان على طهارة طبعا الخفين والجوربين الجوارب الآن الناس الآن يلبسون الجوارب تلبسهما على طهارة كاملة الأمر الثاني أن يكون طاهرين بذاتهما يعني يكونان من صناعة طاهرة يعني الجلد هذا أو القماش يكون طاهر الأمر الآخر أن يكون ساترين لمحل الفرض ومحل الفرض ما غط الكعبين اللي يسمونهم الجوزتين ما غط الكعبين هذا هو محل الفرض بحيث لا يكون مشقق شقوق تخرج أغلب الرجل الأمر الآخر بارك الله فيك يكون المسح من أعلى الجوارب وليس من أسفله حصول نزول الجوارب تحت الكعب ثم ترفع ذلك هذا ما يضر بارك الله فيك ما دمت أنك على طهارة ساعة نزول الجوارب وترفع ما عليك شيء ولله الحمد والمنحة